نرحب الزمن للعزيز محمد الباز مساء الخير يا محمد مساء الخير يا كابتن ايمان مساء الخير الكباتن الارقام بقى بتقولين نهارده يعني اول حاجة طبعا العلامة كاملة من 3 مباريات دي اهم حاجة ايجابية النهارده اهم نقطة ايجابية بتزود معنا عدد الاهداف بالنسبة لنادي الاهل نهارده هدفين وكان عندنا 7 اهداف يعني فبقينا 9 اهداف فيه 3 مباريات يعني معدل تهديفي عالي جدا بالاسم على 3 مباريات الاكسي جي الاهداف المتوقعة كنا وفينا على 5 اهداف واحنا كنا عجبين 7 اهداف يعني اوفر اتشيف دي النهارده بينا 9 اهداف فالعملية او التهديفية والنسبة التهديفية بقت تزيد عندنا في مباريات الدورة في 3 مباريات الحاجة الاجابية التانية طبعا مشاركة لعيبة كتير جدا دخولها في الاسكواد وزي ما حضراتكم قلتم قبل الفاصل يعني تكون ايجابي في المباريات القادمة طبعا مشاركة اللاعبين ونشوفهم بشكل أفضل بالنسبة للمباريات النهارده يا كابتن ايمن ارقامها شوية يعني مش الارقام الضخمة اللي احنا دايما كنا متعودين عليها في المباريات السابقة ولكن خلينا نستعرض مع بعض كده احصائط الشوت الاول لان الشوت الاول كان افضل رقميا من الشوت التاني النهارده فهنبص مع بعض احصائط الشوت الاول النهارده طبعا احراز هدف واحد ده هو نهينا شوت الاول بهدف للناديل الاهلي الأخطاء المؤولين النهاردة كان فيه أخطاء كتيرة كان فيه فاولات كتيرة جدا عشان كده الرقم ده حبنا نقف عليه النهاردة 12 خطأ ضد المؤولين 3 ضد الأهلي بالنسبة للركنيات احنا كنا قلنا قبل المباراة كابتن ايمن لو تفتكر ان من نقاط القوة عند الفرين المقاولين الضربات السابتة والركنيات وجابوا هدفين منها في المباراة السابقة فالنهاردة الحمد لله في شوط الأول كان الأهلي لعب على حتة ديت وكان زيره بالنسبة للأهلي كان 2 ركنية التسلل ما فيش التزديدات على المرمى احنا كان عندنا 8 تزديدات على المرمى منهم 2 on target بنسبة 25% بالنسبة للمؤولين هما كانوا تزديدين فقط ولكن ما فيش دقة فيه وما كان نسبة 0% نكمل برضو نمر كده في الأرقام بالنسبة لأهداف المتوقعة للنادي الأهلي كان ممكن نحص هدفين في الشوط الأول مش هدف واحد ده بيزد على الفرص أو التزديدات اللي احنا شفناها المؤولين 0 بالنسبة للفرص طبعا 5 فرص للنادي الأهلي في الشوط الأول ومقابل فرصة وحيدة للمؤولين الاستحواز كنا 64% مقابل 36% للمؤولين التمريرات لعبنا الشرطة بس بشكل كبير جدا كان عندنا بس بعض الأخطاف خاصة في نص الملعب والربط ما بين اللاعبين بالتالي احنا كنا يعني 85% لأكد بالنسبة للباسات أو التمريرات يعني التمريرات عند المؤولين ضعيفة جدا 118 تمرير صحيحة أو من 158 إجمالي طبعا احنا عندنا 296 إجمالي تمريرات تمريرات الكثيرة أو شورت باصس كنا احنا متميزين فيها برضو بشكل كبير جدا 268 تمريرة منهم 238 تمريرة صحيحة ده طبعا قدى الاستحواز بشكل جيد بالنسبة للمؤولين أرقام بعيدة تماما 130 تمريرة فقط منهم 113 تمريرة صحيحة ده الشوط الأول أرقامه كانت أفضل بكتير من أرقام الشوط الثاني وحنستعرض مع بعض أرقام المباراة بشكل عام وحيبين لنا احنا شفنا فرص خمسة بالنسبة لنا بعدما نرجع دي أرقام المباراة 2-1 من صالح الأهلي الأخطاء زادت ضد المؤولين 21 خطأ أو 21 فاول شفناهم مقابل 7 للأهلي الرقنيات خلاص لنا بعد دخلنا 2-2 احنا ما كسبناش رقنيات كتيرة في الشوط الثاني بالنسبة للتسلل زي ما احنا ما فيش تسللات شفناها بشكل كبير النهاردة التسديدات على المرمى احنا 12 تسديدة على المرمى منهم 3 كنا في الشوط الأول 2 بس أرقام أرقام زي ما بنقولي شوط الثاني ما كانتش كبيرة فبالتالي انتهت المباراة بالشكل احنا شايفينه 12 تسديدة الهدف المتوقع يعني زي ما احنا قلنا في الشوط الأول كنا ممكن نحرز هدفين بعد نهاية المباراة يعني احنا ستل هدفين يعني حتى ما حصلناش الهدف التالت او نحرز هدف تالت المقاولين يعني يسبب خطورة في بعض الاوقات يعني كان ممكن يصل الى هدف بالنسبة للفرص الفرص زادت معنا في الشوط الثاني وصلنا لتسعة مع نهاية المباراة اجمال نهاية المباراة 9 فرص للأهلي مقابل 2 للمقاولين استحواز زادت طبعاً 63% للأهلي 37% للمقاولين تمريرات زادت طبعاً زي ما كنا بنتكلم في 200 دلوقتي بقينا يعني 50 دبلت يعني بعد 558.47 منهم صحيحة المقاولين برضو لسه ما كانش برضو الزيادة الكبيرة هي نفس النسبة 150 زيادة يعني وصلوا 310 تمريرة في أثناء المباراة الشورت باصيس عندنا طبعاً احنا بنمتاز بيها و بنعمل بيها يعني بنوصل لرقم كبير جداً 509 تمريرة قصيرة ما بين لعبتنا 447 منهم صحيحة بالنسبة للمقاولين 252 منهم 209 تمريرة قصيرة صحيحة بالنسبة 300% اللونج بولز هما النهاردة قدرنا نلعب على الحتة دي برضو كان من أهم النقاط القوة عندهم ان هما بيلعبوا اللونج بول بشكل كويس وبيصلوا بيها للمرمى الخصم النهاردة ما كانش فيه يعني الشكل كبير للدقة 36% من 50 لونج بول لها اللي طبعاً ملعبش اللونج بول لان احنا كان معظم المباراة زي ما شوفنا شورت باسس بشكل كبير جداً على الرغم كان عندنا ميس باسس بشكل كبير العرضيات للأهلي 17 عرضية منهم 4 صحيحة بنسبة 24% بالنسبة للمقاولين ما عملوش للتمن عرضيات منها واحدة فقط صحيحة بنسبة 13% بالنسبة لكسب الكرة احنا بنعمل البولوين والبول ريكافري عندنا بشكل كبير جداً 98 المقاولين كانوا بتمتاز دايماً بالاعتراضات وقلنا ده قبل المباراة بيعرفوا يعملوا البلوك والاعتراض بشكل كويس جداً فكسبوا الكرة بشكل كبير 94% يعني ارقام متقربة من النادي الاهلي خسارة الكرة احنا خسرنا الكرة بـ 26 مرة والمقاولين خسرت الكرة بنسبة كبيرة جداً 40 مرة انا بس من الارقام دي كابتن ايمن والكبات 26 مرة 26 مرة دول كان معظمهم في الديئة مثلاً من 15 ل30 في الشوط الاولاني خسرنا الكرة بس في الفترة دي 8 مرات والسبب ايه السبب دايماً كان فيه ميس باسنج بشكل كبير جداً عدم الربط بدون ضغط بدون ضغط يعني وفي يعني ها شفنا الضغط الضغط كان من المقاولين بالاخص على الجناح الشمال عندنا ومن جهة الشمال عندنا بشكل كبير جداً أثناء المباراة النهاردة في بداية مع عبدالقادر فده سبب في خسارة الكرة بشكل كبير الديئة برضو من 45 شوط التاني الديئة 60 خسرنا الكرة 8 مرات ودي برضو رقم برضو بنقف عليه النهاردة بصراحة يعني بنتكلم على محمد هاني وبنتكلم على طاهر يعني كان ممكن استعرض خريطة حرارية بتورينا تحرقات طاهر بشكل كبير جداً وحصل على رجل المباراة أرقام هاني بقى النهاردة كانت أرقامي جابية تماماً يعني النهاردة نتكلمنا على كسب الكرة النهاردة هاني بس 9 مرات وأكتر رقم من نهاردة من جميع اللاعبين فاز بالكرة وقدر من هو يستخلص الكرة عمل البر كافري منهم برضو 7 مرات عمل اعتراضات مرتين يعني هاني كان متفاق جداً في الناحية الدفاعية بشكل كبير جداً وده ساعد من هو يظهر بشكل إيجابي نفس الكلام لطاهر كابتن أيمن ظهر نهاردة بشكل إيجابي برضو يعني أحرز هدف عمل تسددتين على المرمى منهم واحدة طبعاً أون تارجت وصحيح حول هدف وكان يعني ظهر بشكل كويس جداً في تحركاته بالخريطة الحرارية في معظم يعني الأرض الملعب بشفناه في النحية الهجومية والنحية الدفاعية بشكل خطورة أيضاً أو تحركات بشكل كبير جداً ده بالشكل العام مودست النهاردة حاول وكان عنده بعض المحاولات شوفناهم فيه تسددتين على المرمى يتعامل عليه أكتر من فاول ثلاث أربع فاولات النهاردة بالنسبة يعني أنا شايف أن مودست النهاردة بالإكسي جي من الأهداف المتوقعة من كتر التحركات هنا بقى الخريطة الحرارية دي بتاع الطهر طهر محمد طهر أنا سمعت الكباتن والأخاص كابتن أسامة كان بتكلم على تحركات طهر النهاردة بشكل إيجابي يعني شوف الأسهم هنا بتوريك طهر كان بتحرك بشكل كبير جدا بتكلم على الأخضر هنا الحاجات اللي كان فيها ضدقة في التمرير عالية جدا وكانت بساطة صحيحة ده طهر محمد طهر ظهر بشكل كويس وأحرص هدف وده سبب أن هو النهاردة يحصل على رجل المباراة تكلمت على أرقام مودست نقول أنه كان يعني إلى حد ما حاول النهاردة بشكل كويس جدا وكان بيعمل اللينك أب بينزل كتير جدا وتعامل عليه كذا فاول ما أدرش أن هو يامر الكورة هنا بس شكل التحركات بتاعته يعني عايزين نبص أنه عند دارة السنتر وفي نص الملعب شوفناه كتير نزل كتير فعلا كان ده بيعمل اللينك أب وده من حاجة من السكل المهمة جدا عند أي مهاجم يعني ينقصه طبعا إن شاء الله ما يكون جاهز أكتر بدنيا حيوعمل التحول السريع بشكل إيجابي ولكنه ظهر بشكل مختلف عن المبارات السابقة عشان كده لازم نقف عندها النهاردة ونتكلم على شيء إيجابي ونتمنى طبعا التوفيق للعبتنا في المبارات القادمة ده ملخص عام كده رقميا يعني الفكرة فيه والشيء الإيجابي زي ما قلنا كابتن أيمن هو تحطينا على التراك تلت مباريات علامة الكاملة ده أعتقد إن شاء الله يكون شيء إيجابي جدا ودفع إيجابية للعبتنا في المبارات القادمة بإذن الله رب العالمين شكرا يا محمد والف مبروك شكرا والف وبروك